سوف نحضر 20 حبة من هذا الكيك السلام عليكم اليوم لدينا كيك بسيت سهل في التحضير المكونات والمقادر بسيتة وفي متناول الجميع الشكله يجزوين والمضاق يجلديد وبنين بزاف يقدر اي واحد يحضره حتى من الصغر الذي تعلمه الطبخ يمكن يحضره هذا الكيك يمكن تقدمه مع الشاي مع قهوة مع القهوة مع الحليب مع العسير يجلديد مع كل شيء وممكن تحتفظ به في تلاجة ثلاث ايام احتر ربعة ديال الايام ويبقى محافظ على التراوة دياله ويبقى رطب والمطاق دياله ويبقى واعر بسر فقبل ما نبدأ عمليات تحضير لا تنسوش لايك للفيديو والمشاركة مع الناس اللي تعرفوهم ونضوزو نحضروا الكيك على بركة الله وباش نحضروا هاد الكيك غدي نحتاجوا الكاس اللاروب ديال الماء مايو عادل 120 مليلتر كاس اللاروب ديال الزيت مايو عادل 120 مليلتر كاس اللاروب ديال الياغورت او دانون عادي طبيعي مايو عادل 120 جرام وكاس واحد ديال السكر مايو عادل 150 جرام كنناخدو اينا ديال الخل نحطو فيه الماء ونزيدو الزيت والسكر والياغورت الياغورت ممكن تسخدمو ياغورت طبيعي عادي بسكر او بدون سكر اللي متوفر عندكم ونزيدو عليهم اربعة ديال البيضات بدرجة حرارة الغرفة نضيفو فانيلا سواء كيس ديال سكر الفانيلا او فانيلا سائلة ونخلطو كل شي مزيان غير بخلاط يدوي ماكياخدش وقت بززاف تقريبا زوج دقايق حتى كيتخلطو عندنا هاد المكونات وندمجو مع بعدياتهم وكيوالي الخليط بهاد الشكل هذا هو القوام ديال الخليط سنضيفو عليه زوج كيسان ديال التقايق مايو عادل ميتين وعشرين جرام نصفي ونغرب له التقايق مزيان ونضيفو كيس واحد ديال الخميرة الحلويات اللي في سبعة جرام سبعة جرام من خميرة الحلويات او من البيكن باودر نخلطو الخميرة مع التقايق هي اللولة ونمزجو المكونات كلها مع بعدياتها حتي يدخل التقايق ويندمج مع ذاك الخليط ويولي عندنا خليط متجانس حاولو انكم تخلطوهم زيان حتى مايبقوش عندنا هادوك الحبيبات فتقريبا كياخد زوج دقايق حتى هو ديال الخلط حتى كنحصلو على خليط متجانس بهذا الشكل هدا هو القوام ديال الخليط ديال الكيك ممكن توضعوه في اي قالب متوفر عندكم وموجود عندكم انا هنا غد نستعمل هاد القالب ديال التونات اللي كيكون بهذا الشكل كنحطو فيه كمية بسيطة ديال الخليط ديال الكيك تقريبا نصحاولو انكم متعمروش كامل لان الكيك غديرتافع وغديداعف الحجم دياله وندخلوهم للفرن الفرن ضروري يكون ساخن كياخدوا تقريبا 15 دقيقة فقط بالنسبة للفرن ديال الغاز تشعلوه غير من التحت حتى كنت طيب مزيان مدة ديال 10 دقيقة حتى 12 دقيقة عادة تشعلو عليهم من الفوق حتى تتحمر شوية وتخرجوها بالنسبة للفرن ديال الكهرباء فكتشغلوه على 180 درجة لمدة ديال 15 دقيقة وفي الوقت اللي ندخلو في هاد الكيك الفرن غديندوزو لتحضير السيرو السيرو غد نحتاجو فيه كاس واحد ديال السكر وكاس واحد ديال الماء وممكن تنكوه تسيرو بأي نكهة بغيتو سواء بقطعة ديال البرتقال أو ديال الليمون أو ديال الحامد أو ممكن تزيدو الفانيلا أي نكهة حبيته كنخليوه على نار متوسطة حتى كي تيب عندنا كسيرو كي بضيغلة من بعد ما كي بضيغلة كنحطو على الجنب ونخليو حتى يبرد الكيك هنا من بعد ما كنخرجوه من الفرن هذا هو الشكل دياله كيف ما شفتو تحمر من الفوق وتحمر من التحت كي يكون اسفنجي وتيكون خفيف وارطب بزاف كنحطو على الجنب كنخليو حتى هو كي برد ضروري يكون الكيك بارد والسيرو حتى هو بارد ونحطو كتع الكيك في السيرو حاولو انكم ما تخليوهاش الوقت طويل باش ما تشربش بزاف حتى هذا الكيك كيشرب السيرو بسرعة ولكن هذا كيبقى عالي حسب دوقكم اللي بغيتو يجي يشارب بزاف فغديتخليوه الوقت طويل وكننبدو نحطو الكتع ديال الكيك في شوكولات ديب سواء شوكولات ديب أسود أو شوكولات بالحليب أو شوكولات بيد اللي متوفر عندكم غير كتضوبو وكتحطو في القطع ديال الكيك باش تزينوهم بهد شكل ونغطوهم بشوكولات المداق ديال الشوكولات مع المداق ديال الكيك مع المداق ديال الكريم في الأخر غديجي لديد بزاف هاد الكمية كتعطيكم تقريبا عشرين قطعة من هاد الكيك غد نحطر معاهم او غد نزينهم بشوية ديال الكريم شونتي غد نستخدم هنا غير الكريم شونتي ببودرة استخدمت علبة واحدة ديال الكريم شونتي ببودرة وزدت عليها 4 لتر ديال الحليب بارد وخلطهم مزيان حتى كتطلع عندنا الكريم شونتي وكتولي متماسكة او ممكن تسخدموا الكريم فريش السائلة 4 لتر وكتطلعوها حتى هي حتى كتولي كريم شونتي تديروها في جيب حلواني وتزينو بها الكيك من الفوق بالنسبة لطريقة تزين كتبقى على حسب دوقكم ممكن تزينوها بقطع فواكه ممكن تزينوها بمكسارات او ممكن تزينوها بشوكولات بيد شوكولات اسود شوكولات بالحليب كيف ما تحبوه انا هنا اختارت اسهل طريقة غير شوكولات من الفوق شوكولات بودرة او شوكولات اللي بقى عندكم ديب تزينوها بهذا الشكل على شكل الخطوط كيف ما تحبوه الشكل ديالهم كيجيزوين تبريسيج مع انهم بسهلين تتحضير كيف ما شفتوا المكونة ديالهم بسات فنتمنى ان هالطريقة نالتاعجابكم ما تنزوج تخلو لايك وتشاركو الفيديو في انستغرام وواتساب وميسانجر وانا نلقاكم في الوصفات القادمة ان شاء الله نهاركم بروك السلام عليكم